هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا في هذا الفيديو ان شاء الله سنتعرف على functions of the intralateral abdominal wall muscles نحن قد تعرفنا على functions of the intralateral abdominal wall muscles في كل فيديو من فيديوهات المسلز التي تم نشرها على هذه القناة وأيضا تعرفنا على functions of the intralateral abdominal wall بالكامل في المحاضرة السابقة في المحاضرة الأولى للأبديمن على هذه القناة ولكن اليوم سنقوم بوضع هذه الفنكشنز بframe بإطار معين يتماشى مع هذه المحاضرة وأيضا سيقوم بإعطاء تفاصيل إضافية وأفكار إضافية تهمنا كجراحين وإن شاء الله في فيديو قادم سنتعرف على بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الفيديو أو بشكل عام بـ functions of the intralateral abdominal wall muscles سنقوم كالعادة باستذكار ال-ILO's لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall ومن ثم نتعرف على functions لهذه المسلز هذه المحاضرة ستكون عن ال-anatomy of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون from the beginning وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة ال-abdomen أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات ال-anatomy of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل ال-intralateral abdominal wall لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على ال-whole story of the intralateral abdominal wall تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال-ILO's أو ال-intended learning objectives لهذه المحاضرة فمن ثم نلاحظ سنتعرف أولا على ال-overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل general description ل-layers of the intralateral abdominal wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال-intralateral abdominal wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the intralateral abdominal wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the intralateral abdominal wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على ال-rectus sheath وال-linealpa وال-embilical ring وأيضا سيكون لدينا الفنكشنز and actions of the intralateral abdominal wall muscles والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن Neurovascular structures of the intralateral abdominal wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل-intralateral abdominal wall وأخيرا سيكون لدينا سمري لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال-ILOs لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall بالكامل لذا فأن هذا الفيديو يمثل ال-ILO السادس لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall وكما قلت في المحاضرة السابقة تعرفنا على بعض التفاصيل المتعلقة بال-functions of the intralateral abdominal wall أما اليوم فسنقوم بوضع هذه التفاصيل بإطار آخر بإطار مختلف ومثما قلت سنحتاج لهذه التفاصيل إن شاء الله في محاضرة قادمة لذا لجراحي المستقبل متابع موسيقى موسيقى ستقوم بعمل جردل أي رباط عضلي حول ال-abdominal viscera مثل ما سنلاحظ that exerts firm pressure on the abdominal viscera ستقوم هذه الأثري افلات مصغص بتسليط pressure على ال-abdominal viscera وبالتالي ستساهم في أمور كثيرة نحن مثل ما علمتم قبل غليل ومثل ما من المفترض أن تكونون قد علمتم بالمحاضرة السابقة بأننا تعرفنا على functions of the intralateral abdominal wall أو ال-functions لكل ال-abdominal walls أو المصطلح الدقيق له functions of the abdominal wall فقد تعرفنا عليها في المحاضرة السابقة وأخذنا بعض التفاصيل أما الآن فنحن في صدد نقاش functions of the intralateral abdominal muscles وأولها سيكون عبارة عن فالمصل وظيفتها أن تقوم بعمل وحينما تقوم بعمل فإنها تؤدي وظائف معينة من هذه الوظائف كما نلاحظ القيام بعمل أو القيام بتسليط على ال-abdominal viscera وحينما نقوم بتسليط على ال-abdominal viscera فإننا سنساهم في أمور كثيرة منها زيادة منها السيطرة على بعض التفاصيل وسنتعرف إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي ستكون بعنوان clinical correlations of the intralateral abdominal wall فسنتعرف على أهمية المسلز في نقاط أخرى من ناحية ال-clinical وسنتعرف أيضا على الهيرنية على الفتق حينما يحصل لشخص معين فتق في ال-abdominal wall وكيف من الممكن أن نتجنب حصول الفتق حينما نقوم بتقوية هذه العضلات لذا من المهم أن تكتمل الصورة عن ال-intralateral abdominal wall muscles من خلال مناقشة الفنكشنز of these muscles فكملخص أولا ال-3 flat muscles ستقوم بتصديد ضغط على ال-abdominal viscera ولهذا الضغط على ال-abdominal viscera فوائد مهمة سنتعرف على بعض منها الآن ومثل ما نلاحظ The rectus abdominis participates little if at all in this action ماذا يعني ذلك؟ يعني أن ال-rectus abdominis muscle لن تساهم بشكل فعلي في تصديد ضغط على ال-abdominal viscera لن تقوم بعمل compression جيد على ال-abdominal viscera فال-compression على ال-abdominal viscera ستكون وظيفة ال-3 flat muscles بشكل أساسي ولدقة المعلومة أكثر فال-compression على ال-abdominal viscera سيكون بشكل أساسي وظيفة ال-transversus abdominis muscle لذا ال-transversus abdominis muscle هي الأولى هي العضل الأساسي التي ستساهم في تصديد ضغط على ال-abdominal viscera بعمل compression على ال-abdominal viscera ومن ثم ستأتي ال-oblic muscles من حيث المساهمة في عمل compression على ال-abdominal viscera وأخيرا ستأتي ال-rectus abdominis من حيث المساهمة بعمل compression على ال-abdominal viscera هذا هو أساس هذا السلايد فمثل ما نلاحظ هذه الصورة تبين المسلز of the intralateral abdominal wall مثل ما نلاحظ هنا هذه ال-rectus abdominis تتصل من الأسفل بال-pupis ومن الأعلى ستتصل بال-costal margin وال-sephoid process فمثل ما نلاحظ نقاط ارتباط هذه ال-rectus abdominis بالجسم البشري في منطقة الأبديمن لا تسمح لها بأن تساهم بكمية كبيرة بعمل compression على ال-abdominal viscera لذا ستكون مساهمتها قليلة أو حتى غير موجودة من الأساس في حين أن الأذر افلات مصص مثل ما نلاحظ فهي ستتصل من الخلف مثلا بال-thoracolambar fascia ومن ثم ستتصل من الأمام بال-linea alba لذا فهي ستتصل به نقطتين وبالتالي حينما تتقلص هذه ال-flat muscles فإنها ستقوم بعمل compression جيد على ال-abdominal viscera ومثل ما قلت العضلة الأساسية التي ستؤدي هذه الوظيفة هي عبارة عن transversus abdominis لأن لها ارتباط قوي بال-thoracolambar fascia ولها أيضا ارتباط قوي بال-linea alba لذا علينا أن نتصور النقطة التالية أن ال-flat muscles وتحديدا بصراحة المساهم الأكبر هو transversus abdominis وال-internal oblic muscle ال-external oblic muscle في الحقيقة لا تساهم بشكل كبير مقارنة بهاتين العضلتين وكما قلت فإن ال-transversus abdominis هي المساهمة الأساسية بهذه الوظيفة بعمل compression على ال-abdominal viscera فال-transversus abdominis ستتصل من الخلف بال-thoracolambar fascia أي لنقل بهذه الطريقة تقريبا كلا العضلتين كلا ال-transversus abdominis من ال-right ومن ال-left ستتصلان مع بعضهما البعض بال-thoracolambar fascia عن طريق ال�-thoracolambar fascia فبالتالي اتصلتا مع بعضهما البعض من ال-right ومن ال-left من الخلف هذه transversus abdominis مصل من ال-right وهذه transversus abdominis مصل من ال-left اتصلتا posteriorly مع بعضهما البعض ومن ثم anteriorly اتصلتا مع بعضهما البعض أيضا عن طريق اللينية فهذان العضلتان من ال-right ومن ال-left حينما سيقومان بعمل contraction فهما سيقومان بعمل compression على ال-abdominal viscera أي تخيلوا الموضوع بهذه الطريقة بهذه الطريقة ستقوم هذه العضلة ال-transversus abdominis بالمساهمة بزيادة ال-interabdominal pressure عن طريق عمل compression على ال-abdominal viscera بهذه الطريقة أي ستقوم بعملية عصر وهذا الشيء ليس فقط في ال-transversus abdominis وإنما ينطبق تقريبا نفس الشيء على ال-internal oblique muscle ولكن ال-external oblique muscle لن ينطبق نفس الشيء بالضبط لأن ال-external oblique muscle لا تتصل بالثارة كولومبر فاشا وأريد الإشارة هنا إلى نقطة مهمة أن ال-origin وال-insertion لأي عضلة سيحدد بشكل كبير ال-action لهذه العضلة وفهمنا لـ origin وال-insertion سيساهم بشكل كبير في فهمنا لعمل هذه العضلة في فهمنا لـ action لهذه العضلة لذا حينما ندرس ال-origin وال-insertion نحن لا نقوم فقط بحفظ مفردات مثل الثارة كولومبر فاشا وإنما نحتاج إلى أن نتصور كيفية ترتيب هذه العضلات مع بعضها البعض ومع التراكيب الأخرى للجسم البشري وبالتالي سيكون في دماغك معلومات منطقية وليست معلومات لا تحمل منطق مجرد كلمات قمت بحفظها ومثل ما نلاحظ أيضا هذه الصورة تدقق على نفس المعلومة هذه عبارة عن transversus abdominis وتتصل من الخلف بالثارة كولومبر فاشا ومن الأمام ستتصل باللينية البام الثمان نلاحظ لذا فال-two transversus abdominis muscles من ال-right ومن ال-left سيتصلان مع بعضهما البعض من الخلف عن طريق الثارة كولومبر فاشا ويتصلان مع بعضهما البعض من الأمام عن طريق اللينية البام أيضا الثمان نلاحظ ماذا يعني ذلك؟ قد تعرفنا على هذه المعلومة في المحاضرة السابقة محاضرة ال-overview of the abdominal region وقلنا أن لل-intralateral abdominal wall مساهمة بعملية التنفس فحينما ستقوم ال-intralateral abdominal muscles بعمل compression على abdominal فسرة وبالتالي زيادة ال-intra abdominal pressure فأنها ستقوم بالضغط على ال-diaphragm ستساهم بالضغط على ال-diaphragm وبالتالي ترفع ال-diaphragm إلى الأعلى وبالتالي سنستطيع أن نقوم بعمل exhalation أي سنقوم بعمل زفير وإخراج الهواء من الرئتين ومثلا نلاحظ كل هذه الأفعال التي ستؤدي في النهاية إلى خروج الهواء من الرئتين بسرعة وبقوة فجميع هذه الأفعال سنحتاج فيها إلى فستقوم هذه العضلات بشكل أساسي بعمل compression على الأبدام وبالتالي زيادة وحينما يزداد سيضغط على ال-diaphragm وبالتالي سيرفع ال-diaphragm إلى الأعلى وبالتالي سيقوم ال-diaphragm بالضغط على الرئتين وسيخرج الهواء بقوة وسرعة أيضا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة أن الأبدامينو pelvic cavity وهذا هو عبارة أن الثراسك cavity أيضا مثل ما نلاحظ هنا tür 196 cavity وهنا abdominو pelvic cavity مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن orama 承وع حينما سيقوم هذا بعمل contraction فإنه سيقوم بالضغط على أبدامينو فيسرة مثل ما نلاحظ سيضغط إلى الأبدامينو فيسرة وبالتالي سيدخل هذا الـ Entralateral Abdominal Wall عمليا إلى الداخل أي سيتجه باتجاه الـ Abdominal Cavity سيتجه Internally وبالتالي سيساهم بزيادة الـ Entra Abdominal Pressure في أحيان معينة نحن نحتاج إلى زيادة الـ Entra Abdominal Pressure لكي نقوم بالضغط على الـ Diaphragm هنا سيكون الـ Diaphragm وبالتالي الـ Diaphragm سيضغط على الـ Attain وبالتالي سيخرج الهواء بقوة وسرعة لعمل الكوفنغ مثلا السعال أو السنيزينغ أي العطاس أو أمور أخرى من هذا القبيل تحتاج إلى إخراج هواء قوي وسريع من الرئتين وفي أحيان معينة نحن لا نحتاج إلى القيام بالضغط على الرئتين عن طريق الانترالاترال أبدامنال والوض وما نحتاج إلى زيادة الانترابدامنال بروشر للقيام بعمل الدفيكيشن أي خروج الفضلات أو إخراج الفضلات أو عمل المكتوريشن أي القيام بعمل التبول أيضا ستحتاج إلى زيادة الانترابدامنال بروشر للقيام بعمل المكتوريشن لذا الأساس أن نفهم أن هذه المصص ستساهم بعمل كومبروشن على الأبدامنال بسرة وبالتالي ستقوم بالمساهمة بزيادة الانترابدامنال بروشر وعلمنا ما هي فوائد زيادة الـ intra-abdominal pressure أو متى سنحتاج إلى زيادة الـ intra-abdominal pressure أما بإخراج هواء قوي من الرئتين وبالتالي سنحتاج إلى أن نضغط على الثراسك دايفرام وفي أحيان معينة لن نحتاج إلى إخراج هواء وإنما إلى إخراج أمور معينة من الـ abdominal cavity تحديداً defecation وmecturation ففي حالة المecturation أو defecation أو حتى في حالة الفارث حينما تريد الأم القيام بعملية الولادة إخراج الطفل من رحم الأم فأيضاً سنحتاج إلى زيادة الـ intra-abdominal pressure ولكن حين القيام بهذه العمليات فسنحتاج إلى أن يكون الثراسك دايفرام ثابت غير متحرك أيضاً مثل ما نلاحظ هذه الصورة أخرى توضح نفس الشيء حينما نقوم بعمل contraction للـ intra-abdominal wall سنقوم بزيادة الـ intra-abdominal pressure وبالتالي سيضغط على الثراسك دايفرام وأيضاً بالمقابل حينما نريد أن نقلل من الـ intra-abdominal pressure فسنقوم بعمل relaxation للـ intra-abdominal wall وهذه الحالة سنحتاج لها حين الـ inspiration أي سنقوم بتقليل الـ intra-abdominal pressure لكي يستطيع الثراسك دايفرام بعمل contraction وبالتالي سينزل إلى الأسفل ويعطي مساحة للرأة بأن تتمدد وهذا الشيء قد تعرفنا عليه في المحاضرة الأولى للـ abdominal anatomy وسندقق مرة أخرى على هذه المعلومة مثل ما نلاحظ أي حينما يقوم الدايفرام بالتقلص أثناء عملية التنفس نعلم من المحاضرة السابقة من المحاضرة الأولى للـ abdominal anatomy بأن الدايفرام حينما يتقلص فإنه يقوم بالإنبساط مثل ما نلاحظ هذا هو الدايفرام هذا هو الدايفرام حينما يتقلص فإنه سيقوم بعملية الإنبساط أي سيكون flattened لأن الدايفرام down shape أي شكل القبة حينما يتقلص فسيصبح شكله flat ونعلم هذا الشيء من المحاضرة السابقة لذا حينما يصبح الدايفرام بشكل flat فسيسمح لأرئتين بالتمدد وبالتالي تحصل عملية الـ inspiration وحينما يقوم الدايفرام بعمل contraction ويقوم بعمل flattening أي يصبح منبسط سيقوم بعمل compression على الـ abdominal cavity وبالتالي فسيقوم بزيادة الـ intra-abdominal pressure لمعادلة هذا الشيء لكي نسمح لدايفرام بزيادة الـ intra-abdominal pressure أو عمليا لكي نسيطر على الـ intra-abdominal pressure ولا نقوم بزيادة الـ intra-abdominal pressure بسبب تقلص الدايفرام سيقوم الـ intra-lateral abdominal wall أثناء عملية الـ inspiration بالتمدد أي ستعمل العضلات relaxation الـ intra-lateral abdominal muscles ستقوم بعمل relaxation وبالتالي سيتقلص الدايفرام وحينما يضغط على الـ abdominal cavity لن تحصل لدي زيادة في الـ intra-abdominal pressure أي أن تمدد الـ intra-lateral abdominal wall قد عادل التقلص للـ thoracic diaphragm وبالتالي المحصلة النهائية هي عدم حصول تغيير في الـ intra-abdominal pressure سيبقى الـ intra-abdominal pressure الثابت بسبب المعادلة التي قام بها الـ intra-lateral abdominal wall للتقلص الحاصل في الـ thoracic diaphragm أي حينما يتقلص الدايفرام فسيضغط على الـ abdominal organs وحينما يتمدد الـ intra-lateral abdominal wall فسيسمح لي الـ organs بأن تأخذ مساحتها وبالتالي لن تتأثر بالضغط الواقع عليها من الـ thoracic diaphragm such as أحد الـ organs التي ستتأثر بالـ contraction للـ thoracic diaphragm هو الـ liver مثل ما نلاحظ that are pushed inferiorly أي حينما يتقلص الدايفرام فهو سيقوم بالضغط على الـ liver وبالتالي سيدفع الـ liver إلى الأسفل inferiorly هذا الشيء يحصل أثناء عملية التنفس وإن شاء الله سنتطرق لهذا الشيء حينما نقوم بدراسة الـ liver ونعلم أن الـ abdominal organs بشكل عام أو الـ abdominal viscera بشكل عام ليست ثابتة فهي تتحرك أثناء عملية التنفس ومثما نلاحظ وقعدنا إلى هذه الصورة مرة أخرى مثل ما نلاحظ هنا الـ diaphragm fixed أي هو لا يتحرك فحينما يقوم الـ intra-abdominal wall بعمل contraction وعمل compression وزيادة intra-abdominal pressure فالـ thoracic diaphragm ثابت لا يتحرك وذلك لأن الغاية الأساسية من تقلص الـ intra-abdominal wall هنا وزيادة intra-abdominal pressure ولكن هنا مثل ما نلاحظ الغاية من تقلص الـ intra-abdominal wall أو انبساطه ليس زيادة intra-abdominal pressure وإنما حينما يتقلص intra-abdominal wall ويقوم بزيادة intra-abdominal pressure لكي يقوم بدفع الـ diaphragm إلى ألالة وبالتالي عمل الـ exhalation أو الـ expiration أي الزفير في حين هنا حينما يتمدد الـ intra-abdominal wall فهو يعطي مساحة للـ diaphragm بأن يتقلص وبالتالي يكون flattened مثل ما نلاحظ هنا flattened وهنا فيه dome in shape أي تقريبا هنا في الـ inspiration سيكون الـ diaphragm بهذا الشكل أي flattened وهنا في الـ expiration سيكون الـ diaphragm بهذا الشكل حينما يتقلص الـ diaphragm أي يقوم بعمل contraction فسيكون بهذا الشكل وحينما ينبسط أي يقوم بعمل relaxation فسيكون بهذا الشكل فمرة أخيرة حينما يتقلص فسيقوم بزيادة الـ intra-abdominal pressure وسيقوم بالتالي الـ intra-lateral abdominal wall بالتمدد لكي يعادل الزيادة الحاصلة بالـ intra-abdominal pressure بسبب الضغط الواقع على الـ abdominal cavity من الثراثيك دائفرام هذا أثناء عملية التنفس تحديدا inspiration و expiration في حين هذا الغاية منه زيادة الـ intra-abdominal pressure أو تقليل الـ intra-abdominal pressure للقيام بـ defecation, maxturation أو child birth الآن هذه المعلومة تعتبر مهمة مثلما نلاحظ increased intra-abdominal pressure أو حتى الـ intra-thoracic pressure قلنا حينما نقوم بعمل contraction بالـ intra-lateral abdominal wall فإننا سنقوم أيضا بعمل compression على الـ diaphragm وبالتالي الـ diaphragm سيقوم بعمل compression على الثراثيك كافيتي وبالتالي نستطيع أن نقوم بزيادة الـ pressure في الثراثيك كافيتي هذه العملية لزيادة الضغط سواء كانت في الـ abdominal cavity أو في الثراثيك كافيتي لا تحصل فقط حين عملية الـ inspiration والexpiration أو حين عملية الميكتوريشن أو الـ child birth أو الـ defecation وإنما تحصل أيضا في أمور أخرى في حالات أخرى منها pressure is also involved in heavy lifting أي نقوم بحمل وزن ثقيل فإيضا سيساهم هذا الحمل للوزن الثقيل بزيادة الـ intra-abdominal pressure مثل ما نلاحظ the resulting force sometimes reducing a hernia أي في بعض الأحيان حينما تقوم المسلز للـ intra-abdominal wall بعمل contraction بعمل forceable contraction أي تقوم بعمل contraction قوي وتزيد الـ intra-abdominal pressure بقوة وهذا الشيء يحصل أثناء القيام بحمل الأوزان الأوزان الثقيلة فأن هذا الـ contraction القوي الذي يحصل في الـ intra-lateral abdominal wall قد يؤدي إلى حصول hernia إلى حصول فتق أو إلى حصول تمزق في الـ intra-lateral abdominal wall والhernia ببساطة هي حصول تمزق في الـ intra-lateral abdominal wall مما يؤدي إلى خروج الـ abdominal viscera إلى الخارج إلى خارج الـ abdominal cavity ولكن ستكون مغطاة بالـ skin لن تخرج إلى الـ exterior أي لن تخرج إلى البيئة الخارجية بشكل كامل بحيث أنني أستطيع أن أرى باول مثلا أو أمعاء معينة من الخارج لن يكون بهذه الطريقة وإنما ستخرج إلى الـ skin بحيث أنني أرى abdominal viscera مغطاة بـ skin فقط وليس بجميع الطبقات الـ intra-lateral abdominal wall مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن نوع من الهيرنية نسميه بـ inguinal hernia وهذه الهيرنية تحصل بسبب ضعف في الـ intra-lateral abdominal wall وتحديدا في مصص معينة إن شاء الله سنتعرف عليها في محاضرات الـ inguinal region وأيضا هناك تفاصيل كثيرة فيما يخص الـ inguinal hernia أيضا سنتعرف عليها ولكن ما يهم أن بسبب الضعف الحاصل في الـ intra-lateral abdominal wall هنا فخرجت بعض الـ abdominal viscera إلى الخارج مثل ما نلاحظ وأصبحت موجودة هنا الآن إذا قبنا بعمل palpation أي تحسسنا هذه اللامس التي نراها فسنلاحظ وجود bowel نلاحظ وجود intestine أمعاء دقيقة مثلا موجودة في هذه الأماكن هذا يحصل في بعض الأحيان بسبب وجود أساس وراثي عند هذا الشخص وفي بعض الأحيان مجرد ضعف في الـ intra-lateral abdominal wall ولكن في كل الحالتين سواء كان وراثي أو غير وراثي النتيجة واحدة هي حصول ضعف في الـ intra-lateral abdominal wall أدى إلى حدوث هذه الـ inguinal hernia وهذه مثل ما نلاحظ هي عبارة عن embilical hernia أي عبارة عن hernia في منطقة الـ embilicus وأيضا مثل ما نلاحظ خروج بعض الـ contents of the abdomen أي بعض الأبدامنال viscera إلى الخارج ومثل ما نلاحظ فأن هذه الأبدامنال viscera مغطات فقط تقريبا بالـ skin وهذه الحالة أيضا تحصل بسبب ضعف في الـ intra-lateral abdominal wall وهذه الحالة الثالثة هذه عبارة عن midline incisional hernia أي أن هذه الـ hernia حصلت حينما حصل ضعف في الـ intra-lateral abdominal wall ولكن هذا الضعف ناتج بسبب إجراء عملية أي بعد القيام بهذه العملية أصبح الـ intra-lateral abdominal wall لهذا الشخص ضعيف وبالتالي خرجت العباء الداخلية للـ abdomen الـ abdominal viscera إلى الخارج مثل ما نلاحظ لذا فالـ abdominal hernia تحصل بسبب ضعف في الـ intra-lateral abdominal wall سواء كان هذا الضعف بسبب إجراء عملية جراحية أو لأسباب أخرى ففي بعض الأحيان حين حمل أوزان عالية يحصل هناك فتق في الـ intra-lateral abdominal wall بسبب ضعف في العضلات بسبب عمل forcible contraction على هذه العضلات وبالتالي تحصل لدي الـ hernia مثل ما نلاحظ هذه هي المسلز التي من الممكن أن تتمزق وبالتالي تحصل لدي الـ hernia فمثلا حينما نقوم بـ forcible contraction بسبب القيام بحمل وزن ثقيل فسيؤدي ذلك إلى حصول تمزق مثلا هنا وبالتالي ستخرج الـ abdominal viscera إلى الخارج وتكون مغطاة بالـ skin فقط بدلا من أن تكون مغطاة بشكل طبيعي بجميع طبقات الـ intra-lateral abdominal wall ومثل ما نلاحظ هنا هذا الـ intra-lateral abdominal wall مثل ما نلاحظ هذه جميع طبقات الـ intra-lateral abdominal wall فحينما تحصل لدي hernia فستتمزق عدد من هذه الطبقات وتبقى فقط الـ skin في هذه الحالة وبالتالي ستخرج هذه الباول ستخرج هذه الأماء سواء كانت الدقيقة أو الغليظة إلى الخارج وتكون مغطاة فقط بالـ skin ومثل ما نلاحظ consequently أي بسبب ذلك أو نتيجة لذلك ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تقوية الـ intra-lateral abdominal wall الخمسة عضلات أو عملياً الأربع عضلات الأساسية الموجودة بالـ intra-lateral abdominal wall الـ three flat muscles internal external oblique muscles والـ transversus abdominis والـ rectus abdominis أيضاً فتقوية هذه العضلات جميعها سيساهم بزيادة قدرة الشخص على الوقوف بشكل جيد بـ poster جيدة وأيضاً على الجلوس بـ poster جيدة أي أنا الآن واقف وحينما أقف أنا فأحتاج من الـ rectus abdominis وأيضاً من الـ other three flat muscles بأن تتقلص بأن تقوم بشيء بسيط من التقلص لكي تحافظ على بوستر الجسم لدي لكي تحافظ على وضعية الجسم بوضعية الوقوف فالآن الـ rectus abdominis تقوم بجذب الحوض تقوم بجذب الـ pelvic bones لدي إلى الأعلى تقوم بـ tilting upward وبالتالي تحافظ على هذه البوستر فالأشخاص الذين يكون لديهم ضعف في الـ intralateral abdominal muscles سيعانون من ألم بأسفل الظهر وذلك بسبب أن الـ pelvis لديهم سيكون بهذه الطريقة أي سيكون راجع إلى الخلف ويحصل لديهم حتى حالة يكون هو بروز المؤخرة أيضاً تحصل في هذه الحالة وبالتالي يكون هناك ضغط قوي على الـ lamber vertebrae أو على الـ intervertebral discs في الـ lamber region وهذا يسبب إلى حصول ألم ولكن حينما تتم تقوية الـ فإن هذه الحالة يتم السيطرة عليها لأننا نرجع الـ pelvis إلى وضعيته الطبيعية وهي tilting slightly tilting upward The rectus abdominis is a powerful flexor of the thoracic and especially lamber regions of the vertebral column الرectus abdominis تحدثنا عنها في فيديو منفصل وقلنا أن الرectus abdominis ستساهم بعمل فلكشن للترانك عند الـ lamber region especially عند الـ lamber region ولكن هي أيضاً تساهم بعمل فلكشن للترانك بالـ thoracic region أو عند ال�ـ thoracic region of the vertebral column العمود الفقري فهي powerful flexor هي عضلة تقوم بعمل flexion بطريقة قوية pulling the anterior coastal margin and pubic crest toward each other أي أن الرectus abdominis ترتبط بالcostal margin وترتبط أيضاً بالbelvis فحينما تتقلص هذه الرectus abdominis فستقوم بجذب هذين النقطتين إلى بعضهما البعض مثلاً نلاحظ هذه الرectus abdominis ترتبط هنا وترتبط هنا حينما تتقلص فستقوم بجذب coastal margin للـ pubic crest والـ pubic symphysis وهذه المعلومة ليست بالجديدة قد تعرفنا عليها في فيديو الرectus abdominis ولكن هنا نحن نقوم بمراجعة الفنكشنز والتنويه أيضاً وليس فقط المراجعة التنويه على أشياء جديدة عن الفنكشنز of the muscles of the intralateral abdominal wall وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم المهم جداً وهو عبارة عن Neurovascular structures of the intralateral abdominal wall عبارة عن الأعصاب والأوعية الدموية والأوعية اللنفاوية التي ستقوم بتغذية هذا الانترالاتر الابدمان لذا نلتقي في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر